عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة حظيت باهتمام واسع تحت عنوان توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن السياق المصري وذلك في إطار مشاركتها بالنسخة 11 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا خلال هذه الجلسة أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على اهتمام القيادة السياسية والحكومة في مصر بالمنتدى الحضري الذي ستعقد نسخته القادمة في مصر وقد أشار الوزير إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر